موسيقى انفجار يهز العاصمة دمشق ومصادر في المعارضة تكشف ضربات صاروخية على قاعدة قرب مطار دمشق موسيقى القوات العراقية تحرر أسرا حصرها داعش في غرب الموصل موسيقى والقتل والانتحار حوادث تضع ميزة البث المباشر لفيسبوك في مأزقة موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من تطورات الشأن السورية اتقال مصدراني في المعارضة السورية المسلحة التي تنشط في منطقة دمشق إن عدة ضربات أصابت فجرا مستودعا للذخيرة قرب مطار دمشق تستخدمه قوات تدعمها إيران وتحصل على الدعم من خلال جسر جوي بين العاصمة السورية وطهران وأضاف أن مراقبين تابعين لهما يعملون في الضواحي الريفية الشرقية للعاصمة حيث تتمركز المعارضة المسلحة رصدوا خمس ضربات على الأقل أصابت مجمع المطار فجرا فيما لم تأتي مزيد من التفاصيل في مصادر أخرى بينما يقتل كثير من أمراء ومسلحي تنظيم داعش في سوريا والعراق تتنوع قصص معاناة النساء اللاء يفقدن أزواجهن في مناطق احتلال التنظيم خاصة أولئك التي أدخلنا إلى مناطق احتلال التنظيم بالإكراه إسلام ميطاط فتاة مغربية أوهمها زوجها أبو خالد الأفغاني وهو بريطاني من أصل أفغاني انضم إلى داعش بعد قتاله مع طالبان أوهمها أنه سيستحبها إلى تركيا لقضاء شهر العسل بعد الزواج لكنه فاجأها بإجبارها على الدخول إلى مناطق التنظيم في سوريا نتابع جزءا من قصتها أنا إسلام ميطاط 23 سنة من المغرب تعرفت على الزوجي على طريق النت هيك تعرفنا وهو كان قال لي لتركيا عنده شغل وبدو شغل وإحنا كنا نتزوجنا جديد يأخذني لشهر العسل له هناك وهناك جابني لسوريا هو لما أول ما تزوجته نعني هو كان عنده أصلا عنده خطط من سنة من قبل لأنه كان مع الطالبان هو وأخوه كانوا بحربوا في طالبان لأنه في أفغانستان كانوا هيك من قبل وبعدين كان أخوه بيجي لهون لسوريا وأخوه زوجي قال له أنا راح تزوجه وأجي الأول كان عنده الفكرة كان مخطط هالشي من زمان لكن هو ما قال لي شيء ما كان بيين عني خالص نعني قلت له ليش من الأول ليش هلأ حطتيني أنا به الموقف أنت نعني مخطط من الأول مخطط أنك تجي لهون نعني لماذا تزوجتيني أنا وعزبتيني ونعني وجبتيني لهون قال لي خالص قال لي أنا أنقصتك أنقصتك من الضيعان نعني كمان أنا كان عندي طموح نعني كمرأة هي كان عندي طموح يعني اختاري طريق الزواج علشان أكمل حلمي ونعني ما لي زنبأ أنا يعني كمان خادعت الحمد لله لأنني عندي كل ورائي يعني بالمغرب يعني زواجي كان رسمي يعني كل ورائي كانوا هناك أنا ما ساوتش يعني كان قلت يعني تزوجت يعني عن رضا يعني تزوجته يعني عرفته أنه مع الداعش وجيت هون برضايا ما راح أطلع من رقة يعني في كتير هونك ما طلعوا يعني إجوا برضاهم أنا أنا ما جيت برضايا هون يعني متل اختطاص زوجي مضل كتير أول لما دخلنا لمنبيج راح لمعسكر شهر بعدين راح للعملية تبع كوباني هوني كان قتل أنا لما أكتبحكي بخاف إذا أقول شي غلط ننتي نكلف حياتك يعني كان واحد كمان هوني كان سوري كان معه سوري وكان أمير كمان كان الأمير تبعي بالمضافة كان كبير مع تنظيم داعش بالأخير قتلوه لنقال هو كان بتتبع لني السنة وللقرآن قال له أنا بتتبع بس القرآن ما بتبع السنة أتلوه على هذا الشي تنتشر في الأردن ظاهرة التجمعات العشوائية على الرغم من وجود مخيمات معترفة بها رسميا ويعاني قاطنو هذه التجمعات من السوريين من أوضاع إنسانية متردية نظرا لصعوبة الوصول إليهم مراسلنا عبد الحي الأحمد رافق إحدى الحاملات الإغاثية الهدفة لمساعدة هؤلاء اللاجئين ووافنا بالتقرير التالي بعيدا عن أشهر مخيمات اللاجئين الرسمية في الأردن تقطن عائلة بسان برفقة آخرين في هذا المخيم المصنف كواحد من عشرات التجمعات العشوائية للسوريين في المملكة يعيش أبو محمد منذ عامين في هذا المكان كما جيرانه الذين يعملون في الحقول الزراعية المحيطة بهم بعد أن خرجوا من مخيم الزعتري ولم يستطيعوا التحمل كلفة الحياة في المدن أولا نشتغل نحن وعياننا ويعني نتمتع قدر من الحرية من الفوتة من الطلعة من روحة جي بينما بالمخيم بدأ يكون حريتك محجوزة ضمن المخيم تقدم المفوضية السمية لشؤون اللاجئين بعض المساعدات لهذه العائلات بالتنسيق مع الحكومة الأردنية إلا أن وجود هؤلاء في مناطق متفرقة ومتبعدة يعسر وصول معظم الهيئات الإغاثية إليهم كاميرا أخبار الآن رافقت إحدى المبادرات الفردية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الأحوال المتردية لساكن هذه الخيام جنوب العاصمة عمان حيث وزعت بعض المساعدات على الأطفال والأهالي لتعينهم ولو بشيء يسير أنا بعتبر الإعلام هو بالنهاية اللسان الناطق باسم كل الناس المحتاجة فنحن أكثر ناس ممكن نقدر نكون فعالين ونقدر نوصل صوت أي حدا محتاج بسرعة وبفعالية أكبر فأنا اللي أتمنى عن جادة من الكل أنه نحن نستغل وجودنا كأعلاميين ونحاول أد ما فينا نكون نعم نشتغل على الجانب الإنساني خصوصا نحن بوضع حرب تفتقر هذه المخيمات إلى أدنى مقاومات الحياة فالتعليم والطبابة والدعم النفسي للأطفال تكاد أن تكون معدومة هنا على وقع مأساة اللجوء التي تلف حياة السوريين الفارين إلى الأردن يعيش عشرات الآلاف في هذه المخيمات العشوائية مما يجعل وصول المنظمات الإنسانية إليهم أمرا صعبا لكنه ممكن عبد الحي الأحمد لأخبار الآن من محافظة مأدبة الأردن لنشرتنا بقية مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فاصل قصير أحييكم من جديد في الشن العراقي تمكنت القوات الأمنية العراقية المشتركة من قطع الطريق الرئيسي الرابط بين قضاء الحضر وراوة بحسب بيان لها نشره موقع السوماريا نيوز وضفت القوات أن عدد النازحين من قضاء الحضر الذين وصلوا إلى قطعات القوات العراقية المشتركة بلغ ثلاثة آلاف نازح وفي مدينة الموصل تمكنت القوات الأمنية العراقية المشتركة من تحرير أكثر من ثمانمائة أسرة كانت محاصرة من قبل أفراد داعش في حي الثورة غربي المدينة بهدف استخدامهم دروعا بشرية في مواجهة فرقة الرد السريع وقوات مكافحة الإرهاب التي التقت معها في هذه المنطقة مراسلنا ويسام يوسف كان هناك وعاد لنا بالتغرير التالي هذه الاشتباكات هي في محيط منطقة الزنجلي حيث تحاول القوات العراقية المشتركة إبعاد عناصر داعش عن خط الصد الأخير بعد أن تمكنت من تحرير حي الثورة الرائد ألي محمد المياحي تحدث عن شراسة المعارك التي دارت هنا في آخر ظهور له قبل أن يقضى أثناء محاولته مع مقاتليه تأمين خروج 800 عائلة حاليا متواجزين بحي الثورة بعد تحريرها وما بقى شي بسيط يعني إلا تقريبا 50 متر ونعات تحريرها بكامل والمعارك كانت شرسة جدا يعني مع طال النقوات الرد السريع لأن الفاس من الأخيرة جران الدواعج ومحصورين معد منفذ الفرار ونغماسين بس فاجأناهم شي جديد يعني نتمدها متهم ليلا والحمد لله والشكر تم القضاء عليهم وإن شاء الله الواجهة الجديدة قريبة جدا إن شاء الله عز نجلي استمرت الاشتباكات إلى أن تمكنت القوات العراقية من تأمين محيط المنطقة بالكامل وإخراج جميع المدنيين الذين كانوا مختبئين داخل المنازل بانتظار وصول المقاتلين العراقيين إليهم حيث تم إخلاؤهم إلى مناطق أكثر أمنا ولا تصلها نيران قناصة داعش تمكننا من تحرير العديد من العوائل ومستمرين بتقدم اتجاه أهدافنا كانوا محتجزين لدى عناصر داعش الإرهابي وخربوا بيوتهم وحرقوا المنازل وحرقوا سياراتهم وكثر شيء وأذوا هوايا من العوائل والحمد لله والشكر حررناهم اليوم الصبح أكثر من 800 عائلة هذا الكم الكبير من الخراب هو ما تركه داعش في هذا الحي بعد أن فقد السيطرة عليه مع تقدم القوات العراقية ووصولها إلى محيط منطقة الزنجلي حيث يروي لنا هذا المواطن الساعات الأخيرة قبل تحرير هذا الحي وأثناء تواجد مقاتل داعش هنا تحرير شاءت هنا أول مرة شاءت الدواعش هنا كلما جاءنا مواكفين هنا بها المنطقة والجيش بعد مواصل سمعنا حس السفرة من البلدوزرات والهامرات من مسافة بعيدة فمن تبكوا ذول الجماعة الدواعش فطلعوا قاموا يحرقون وقاموا يشعلون وقاموا يهدون وقاموا يصقمون وتعلمتهم كلهم خمس النفرات شاءت وهينما متواجدين بالأقل صاروا إلى 15 شخص بعدين على قفلة طلعوا من هنا شعلوا سيارات وشعلوا سيارتي هنا وطلعوا من هذا التجاه وطيرة تقدم القوات العراقية المشتركة في أحياء غرب الموصل هي أسرع من تقدمها في المدينة القديمة حيث لم يتبقى أمام هذه القوات سوى ستة أحياء فقط لتكمل أهدافها في تحرير المدينة بالكامل خاصة بعد أن حققت فرقة الرد السريع وقوات مكافحة الإرهاب التحاما ما بين قطعتهما في محيط عي الزنجلي لكي يحظوا بهذه الاستراحة قبل إكمال تقدمهم صوب الهدف القادم في الشن اليمني قال قائد المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش الوطني اليمني اللواء عمر سجاف في تصريحات له لوسائل إعلام قال إنه لم يعد أمام ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية المحاصرة داخل مديرية حيران المحاذية لمديرية ميدي من جهة الجنوب إلا الاستسلام أو الموت ومن جهة أخرى شنط طائرات قوات التحالف العربي سلسلة ضربات في مديريتي موزع والوازعية شمال غرب محافظة تعز أسفرت عن تدمير خمس عربات مسلحة ما يزال سكان مدينة سرط الليبية يعيشون المعاناة من مرحلة احتلال داعش التي مرت عليهم وما خلفه هذا التنظيم الإرهابي من نتائج كارثية على حياتهم هذه المرة الكارثة التي يعيشها المواطن في سرط تنبع من تكدس جثث مقاتلي داعش تحت أنقاض الأبنية بعد معارك التحرير العنيفة وهذه الجثث تسببت بالذيق والأمراض والأوضاع البيئية الصعبة للمواطنين إلى التفاصيل سكان مدينة سرط بعد أن ذاقوا مرارة النزوح لأشهر خارج المدينة الآن يفضلون البقاء في مساكنهم بالرغم من بعض المناطق التي باتت محظورة وغير صالحة للعيش فيها نظراً لوجود ألغام وجثث تعود لمقاتلي تنظيم داعش ما زالت تحتر كامل بيوت في الحي رقم ثلاثة والذي لا يبعد سوى بضعة أمتار عن الحي ستمئة وهو الحي الذي لا تزال به جثث لم يتم انتشالها من بين ركام البيوت تسببت في مشاكل صحية يعاني منها أفراد هذا الحي أنا ساكن هنا باقي ووادي الحوش هذا في جثث وساكن واني ساكن نقصدك من الظروف الله غالب في اللي ما عندهاش ساكنين بالسيف أنا جثث قعدات والهلال الأحمر الحق هو بادل جود نقصدك هو بادل جود من عنده لكن الهلال الأحمر عندهش مكانيات النواجية لأنه جثث تعداد تحت الركام من المفروض توجيبه كشيك ولا جيبه ألات بيش يحوض الركام بيش تحوض الجثة احتلال تنظيم داعش للمدينة ومحاربته لمدة استمرت ثمانية أشهر ما زال يعاني سكان سيرت من تبعاتها بالرغم من المحاولات التي أبداها فرع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات إنسانية أخرى لإنهاء المعاناة التي يأمل سكان سيرت بألا تطول لأخبار الآن محمد عقوب من مدينة سيرت طلب عدد من أعضاء البرلمان البريطاني بإنشاء حقيبة وزارية متخصصة بشؤون اللاجئين لوضع استراتيجية جديدة لتحسين ظروف اللاجئين وإدماجهم في المجتمع البريطاني كما طلب النواب بتسهيل القوانين الصارمة التي تحضر في الغالب العمل على طالب النجوء تفاصيل أكثر مشاهدين في سياق التقرير التالي مطالبات الجديدة من أعضاء البرلمان البريطاني بإنشاء حقيبة وزارية متخصصة بشؤون اللاجئين مهمتها وضع استراتيجية لتحسين اندماج هذه الفئة في المجتمع البريطاني تقرير برلماني جديد انشاء حول الموضوع فاد بأن سياسات الحكومة انتهجت نظاما بمعايير مزدوجة تفرق بين اللاجئين الذين حصلوا على حق اللجوء ووفدوا إلى البلاد من الخارج وأولئك الذين قدموا إليها وتقدموا بطلب اللجوء بعد وصولهم كما شدد عدد من النواب على أهمية تلقي اللاجئين المساعدة كي يحصلوا على دروس في تعليم الإنجليزية والخدمات الصحية والتعليمية ككل إضافة إلى التدريب والوظائف رئيس اللجنة البريطانية العابرة للأحزاب ثانجامدي بونار أصدر بيانا قال فيه أن اللاجئين يأتون معهم بكثير من المواهب والمهارات وكل ما يحتاجون له هو إطلاق العنان لإبراز إمكانياتهم وأشار البيان إلى أن كثيرين من الذين مروا في مسار طلب اللجوه انتهى بهم المطاف إلى الفقر لأن الدعم الذي قدم لهم كان ينتهي بعد 28 يوما بعد حصولهم على وضعية لاجئ ودعا البيان إلى تمديد تلك المهلة إلى 50 يوما لإتاحة المجال للاجئ ما يمكنه من الحصول على أوراق ثبوتية وسكن ودعم مالي خلال بحثه عن العمل من جهته قال رئيس جمعية اللاجئين الخيرية مارويسرين أن من غير المقبول أن تقدم المساعدة لبعض اللاجئين في حين يترك الآخرون عرضة لتشرد والجوع واليأس وأشار إلى حالة اللاجئين السوريين الذين أمضوا خمسة أشهر من دون مسكن ما دفعهم للاعتماد على الطعام الذي كان يقدم لهم من طرف بعض المحسنين والمتطوعين الأصوات البرلمانية هذه شاءت في ظل تزايد أعداد اللاجئين السوريين الذين يصلون إلى أوروبا ما يساعد في تحسين ظروفهم الإنسانية على الأقل في بريطانيا إذا ما حذا حذوها باقي الدول الأوروبية الأخرى في الأيام القادمة قال الأميرال هاري هاريس قائد القوات الأمريكية في آسيا والمحيط الهادئ للكونغرس الأمريكي قال إن الولايات المتحدة قد تحتاج لتقوية دفاعاتها الصاروخية خصوصا في هواي بالنظر إلى التهديد المتزايد الذي تشكله برامج كوريا الشمالية للصواريخ والأسلحة النووية مضيفا أنه يجب أخذ تهديدات بيونغ يانغ على محمل الجد نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد فاصل أخير ناسا تطلق بالون عملاقا لجمع بيانات في الفضاء القريب أحييكم من جديد مشاهدينا ونتحول وإياكم إلى مختلاتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم رقصة جوية جاء في تفاصيل الخبر خصصت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية يوما احتفائيا بفيلم لالا لاند من خلال عرض رقص طائر أمام واجهة مبنى سيتي هول حيث قدمت فرقة رقصة جوية تميزت بالغرابة والمغامرة وجاء تكريم لدور الفيلم في تصوير مواقع شهيرة في المدينة في الصحة مشاهدين نقرأ من صحيفة اليوم السابع المصرية اكتشاف الجينات المسؤولة عن استعادة حاسة السمع نجح فريق من العلماء البريطانيين في اكتشاف مجموعة من الجينات التي تلعب دورا في استعادة حاسة السمع بعد تعرض للتلف الناجم عن التعرض لمستويات مرتفعة من الضوضاء والى صحيفة القدس العربي مشاهدين التي اخترنا منها لكم هذا الخبر المنوع طالب ثانوي يبيع شرابات بمليون دولار في السنة تسبب طالب بالمرحلة الثانوية في ضجة كبيرة في مواقع الانترنت بعدما استطاع بيع شرابات على مدار عام كامل مقابل مليون دولار أرباح اثقام بيرنان ايغرانوف البالغ من العمر سبعة عشر عاما بانشاء شركة هوب سواغ في جاراج منزله لصناعة الجوارب ختام هذه جولة الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة القبس الكويتية وهذا الخبر التكنولوجي خرأة جوجل تذكرك بموقف سيارتك أطلقت شركة جوجل تحديثا جديدا لتطبيق الخرائط على نظامي أندرويد وآي او اس يساعد المستخدمين على تذكر مواقف سيارتهم فأوضحت جوجل أنه يمكن لمستخدمين نظام أندرويد أن نقر على النقطة الزرقاء في التطبيق ثم أن نقر على حفظ مكان وقوف السيارة أو save your parking نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا مع توسع موقع فيسبوك ومع انفتاحه كليا على مئات الملايين من المستخدمين بات وضحا أن فيسبوك عاجز تماما عن مراقبة ما يبطه مستخدموه والتدخل في الوقت المناسب عند إساءتهم الاستخدام لخاصية ما أو ارتكابهم ما هو أفضع بكثير إلى التفاصيل هناك ملايين من الأشخاص يستخدمون ميزة live video الخاصة بفيسبوك حول العالم ويبثون العديد من الأحداث واللحظات التي يمرون بها فقط باستخدام كاميرا هاتفهم الذكي وتطبيق فيسبوك لكن الأمر لم يقتصر على ذلك فقط فمنذ إطلاق الخدمة وهناك العديد من الجوانب السلبية التي ظهرت وأوضحت كيف يمكن استغلال ميزة البث المباشر في أمور سيئة للغاية خلال الأشهر الماضية شاهد العالم لحظات قتل مباشر على فيسبوك بعضها قام بها رجال الشرطة ضد بعض المدنيين والبعض الآخر لمجرمين ارتكبوا جريمة قتل بثوها مباشرة وحديثا قام شاب بنشر فيديو لنفسه على الموقع وهو يطلق النار على رجل موسن في كليفن لاند في الولايات المتحدة وبعد هذا الحادث قال موقع فيسبوك أنه سيراجع طريقة التسجيلات المصورة إلا أن الأمر تكرر مجددا في جريمة أخذت عنوان آخر وهو الانتحار إذ قتل شاب تايلاندي طفلته التي بلغت من العمر 11 شهرا ثم انتحر أمام أعين أهله وأصدقائه من خلال بث مباشر على فيسبوك في جريمة هزت البلاد حيث أصبح الانتحار عبر بث مباشر على فيسبوك من الأمور المخيفة التي يمكن أن تراها وأنت تتصفح الموقع جرائم هذه الخاصية تزيد يوما عن الآخر وبكل تأكيد شركة فيسبوك تواجه هذه المشاكل بدليل إعلانها مسبقا على ميزة الذكاء الاصطناعي التي ستضيفها للموقع للإبلاغ عن الفيديوهات العنيفة أو محاولات الانتحار التي تتم في بث مباشر ووفقا لصحيفة وولد سريت جورنال فإن 57 حادثا عنيفا تم بثهم مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا فيسبوك الذي بث عبره حوادث عنف كثيرة السؤال المهم هو كيف غدى فيسبوك ساحة لبث أبشع الجرائم بشكل مباشر بعدما كان موقع فيسبوك منصة اجتماعية للتواصل وتناقل الأخبار في العالم وواجهة للإعلانات ليتحول أخيرا إلى ساحة للجرائم بمختلف أنواعها ليشاهد المستخدم أبشع الجرائم وأغربها بشكل مباشر وحديث أطلقت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا في نيوزلندا أمس بلونا عملاقا لجمع بيانات في الفضاء القريب ليستهل رحلة من المخطط أن تستمر لمدة مائة يوم وصممت ناسا البلون لرصد الجسيمات الكونية عالية الطاقة القادمة من خارج المجرة لدى اختراقها الغلاف الجوي للأرض ومن المتوقع يدور حول الكوكب مرتين أو ثلاث مرات بقايا الأدوية البيطرية في جسم الحيوانات بعد الذبح يؤثر بشكل مباشر على جودة اللحوم المستهلكة وبالتالي على صحة المستهلك تفاصيل أكثر مشاهدين حول فترات السحب والأمان للأدوية البيطرية مع الزميلة عبير عبدالله المختصة بالملف الصحي من أخبار الآن نتابع فترة السحب أو التحرين هي الفترة الزمنية من بعد إعطاء العلاج للحيوان وحتى خروج الدواء من جسمه أو وصول الدواء إلى النسبة المسموح بها وهي فترة تضمن وصول تركيز الدواء إلى الحد الآمن الذي لا يؤثر على صحة الإنسان وتختلف الفترة من دواء إلى آخر ويجب على المربي عدم ذبح أو بيع أو استخدام الحليب قبل مرور هذه الفترة وتختلف فترات السحب من دواء إلى آخر حيث أن كل دواء بيطري له فترة سحب خاصة به تكتب على العبوة بالأيام أو الساعات للحم والحليب بالنسبة لأدوية الحيوانات أما اللحم والبيط بالنسبة لأدوية الدواجن وتتباين آثار بقايا الأدوية البيطرية في المنتجات الحيوانية على صحة الإنسان فإن منها ما له تأثير مصرط وإن منها ما له تأثير على الكبد والكلة والقلب والرئتين وقد يكون تركيز هذه الأدوية عاليا في منتجات الحيوان وعند استهلاك الإنسان لتلك المنتجات قد يعاني من مشاكل صحية على المدى القريب أو البعيد فكيف تؤثر هذه الأدوية على صحة الإنسان؟ أولا بقايا المضادات الحيوية تتسبب في عسر الهضم والسرطان والحساسية ثانيا بقايا المبيدات الحشرية تتسبب في الإجهاض والعقم ونقص المناعة ثالثا بقايا مضادات الالتهاب تتسبب في تشوهات الأجنة في أخبارنا الرياضية كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عما قالت إنه السبب في الاحتفال الاستثنائي الذي قام به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تسجيله هدف الفوز على ريال مدريد في الكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنايبيو يوم الأحد الماضي ما أجمل أن تنام مدينة كاملة بأكملها حزينة مقولة خرجت بها صحف مقاطعة إقليم كتالونيا في برشلونة تتغنى بانتصارها الكبير الذي حققه فريقهم برشلونة على حساب غريمهم الأزلي ريال مدريد ذلك الانتصار الذي أبقى على حضوظ الفريق الكتالوني في الضفر بلقب الليجا بعد إن كان بعيد المنال قبل الليقاء وما إن انتهى الكلاسيكو طفت على سطح الكثير من التكهنات حول السبب الذي دفع النجم فريق برشلونة ليونيل ميسي إلى الاحتفال بطريقة استثنائية بالهدف القاتل الذي أحرزه في شباك الملكي ميسي وعقب إحراز هدف الفوز للبرسة توجه صوب الجماهير التي احتشدت في ملعب سانتياغو برنابيو مع قل النادي الملكي حاملا قميصة صحيفة سبورت الأسبانية قالت إن سبب ذلك الاحتفال هو ما مر به ميسي خلال المباراة من عقبات ابتداء من التدخلات العنيفة المتكررة من لاعب وسط فريق ريال مدريد البرازيلي كاسيميرو مرورا بالضربة التي تلقاها بكوع البرازيلي الآخر مارسيلو والتي أسلت الدماء من فمه ثم التدخل العنيف من المدافع الإسباني سيرجو راموس الذي تلقى بعدها البطاقة الحمراء وكذلك الإعاقة التي تعرض لها من اللاعب الكرواتي ماتيو كوفازيش وأوضحت الصحيفة الأسبانية أن كل هذه الأمور وإحساس ميسي أنه مستهدف في مدريد فجرت الاحتفال الغاضب لدى اللاعب الأرجنتيني في ملعب الريال ودفعته إلى التوجه إلى جماهير الملعب ليوصل لهم رسالة مفادها أنه قادر على فعل كل شيء حتى في معقل الريال خبرنا الأخير أيضا من عالم الرياضة إذ حقق ريال مدريد فوزا ثمينا على منافسه دي بورتيفو لا كارونيا بستة أهداف مقابل هدفين ليتساوى في النقاط مع برشلونة في صدارة دور الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ويملك ريال مدريد ثمان وسبعين نقطة من ثلاث وثلاثين مباراة وهو ذات رصيد برشلونة الذي لعب أربع وثلاثين مباراة وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين انفجار يهز العاصمة دمشق ومصادر في المعارضة تكشف ضربات صاروخية على قاعدة قرب مطار دمشق القوات العراقية تحرر أسرا حصرها داعش في غرب الموصل والقتل والانتحار حوادث تضع ميزة البث المباشر لفيسبوك في مازقة بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار ممكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع بعد أقل من نصف ساعة مشاهدينا مجازة الأنباء اشتركوا في القناة